اشتركوا في القناة عبر وكالة جيميديا في هذه التغطية لمدينة تولكرم بعد اعلان الاضراب والحداد على ارواح شهداء مدينة نابلس الذين ارتكوا امس في عملية تصفية من قبل قوة خاصة اسرائيلية في منطقة حي المخفية قضاء مدينة نابلس اذا اليوم اغلاق للمحال التجارية في مدينة تولكرم بعدما دعا لها نشطاء في عدة مدن فلسطينية حدادا على ارواح شهداء مدينة نابلس اذا امس اقول كرم تودع او افوال نابلس تودع ثلاثة شهداء ارتكوا في عملية تصفية من قبل قوة خاصة اسرائيلية او افوالنا مدينة نابلس كان الاحتلال كان الاحتلال قد هددهم مرارا بالتصفية دعا منذ ساعات الليل دعا في ساعات الليل نشطاء في عدة مدن وكرة فلسطينية إلى الإضراب التجاري العام في المحافظات لاقت هذه الدعوات موافقة كامل المحال التجارية كما تشاهدون اليوم هو إضراب تجاري في كامل محافظة طول كلم محافظة طول كلمة يتجاري العام نخطي طول كلمة يبدو سلطنة إذا مشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا كما تشاهدون هذا هو حال مدينة طول كرم بعد إعلان الإضراب الشامل للمحال التجارية دعما وحدادا على أرواح الشهداء الثلاث الذين ارتقوا أمس في مدينة نابلس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذا مشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا هذا الإضراب يعم مدينة طول كرم بأكملها كما تشاهدون وزعت أوراق على أبواب المحال التجارية كتب عليها حداد ما في أغلى من دم الشهداء أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة أميها كوها في اليهون كنيية ومقامرة وفيها كما الله فيها حاجة ومقامتها أميها 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 إذا مشاهدين الكرام عبر وكالة جي ميديا المواطنون وأصحاب المحال التجارية في مدينة طول كرم استجابت ولبت الدعوة لإغلاق المحال التجارية حدادا على أرواح شهداء نابلس الثلاثة الذين ارتقوا أمس في عملية اغتيال من قبل وحدة خاصة إسرائيلية وحدة اليمام التي أطلقت بشكل مباشر على الشبان وابل من الرصاص ليرتقوا شهداء على أرض مدينة نابلس إذن إضراب شامل يا عم كامل أرجاء مدينة طول كرم كما تشاهدون إذن إذن تقلق LEGO إذن تقلق أجتبا تقلق أقل الأموار إذن تقلق الأمر إذن تقلق أتمنى إنشاء أكيد اشتركوا في القناة